البحث عن المال دفع رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن يكون أمير قطر الشيخ تميم بن حمد هو أول من يتصل به لبحث ما يمكن عمله خلال الاستعدادات المصرية لحسم الوضع المتدهور في ليبيا حيث ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها إذا كان المال هو الذي يقرر فقطر مولت الكثير من عمليات أردوغان وجماعاته إلا أن حسابات المال لا تكفي لتحديد وجهة التطورات الاستعداد المصري لوضع حد لجماعات الإرهاب والمرتزقة في ليبيا يحظى الآن بدعم عربي ودولي بما في ذلك دعم دول أعضاء في الناتو من بينها فرنسا واليونان فضلا عن الولايات المتحدة علاقات أردوغان المتوترة بأعضاء الحلف الآخرين لا تمكنه من اتخاذ الحلف غطاء لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا وزارة الدفاع الفرنسية نددت منذ أيام بالاعتداء الذي قامت به فرقاطة تركية ضد إحدى السفن الفرنسية تعمل في إطار مهمة للناتو فيما أعلن رئيس هيئة أركان الجيش اليوناني قسطنطين يوسف لوروس استعداد بلاده للرد على أي خطوات من قبل تركيا تتجاوز الخطوط الحمر سنحرق من يضع قدمه على الأرض اليونانية قبل أن نتأكد من هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان شديد الوضوح أيضا في السعي لوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تغذي بؤر الإرهاب هناك إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار مساق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب وستكون أهدافه الأول حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الخارجية الأمريكية تؤكدت دعمها لجهود المصرية للعودة إلى المفوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثار لحظر الأسلحة سياسيا تقف خيارات أردوغان في ليبيا على حافة الإفلاس وعسكريا يعرف أردوغان أن الجماعات الإرهابية بل وقواته نفسها لن تصمد طويلا أمام قوة الجيش المصري ولكنه يحسب الدولارات الآن ليرى إن كان بوسعه خوض المواجهة اشتركوا في القناة